موسيقى اليوم بالطبع يعني يشغل رأيي العام ما أعلم منذ قليل من أن الدكتور كمالي جنزي رئيس مجلس الوزراء أنه سيخرج علينا في مؤتمر صحفي ليرد على ما أثير في المرحلة الأخيرة وفي الأيام القليل الماضية حول قضية المنظمات الأجنبية وأيضا حول قضية سحب الثقة من حكومته نحن ننتظر محاولة للتبرير لما حدث من الحكومة والتورط في قضية تهريب المنظمات أو المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأجنبية أرى أن الدكتور الجنزولي ولا نستطيع أن نستبق ولكن أرى أنه سيحاول أن يبرق حكومته من هذه الصفقة المشبوهة بالطبع سيكون هناك محاولة للرد على المشاككين في حكومته والمحاولين للنيل من أداء هذه الحكومة التي كلنا نعلم أنها بالفعل حتى الآن مازالت أداءها مضطرب لم تستطع أن تقدم نموذجا صحيحا لم تنجح فيما تعهدت به من إنقاذ الملفين الملف الاقتصادي والأمني حتى هذه اللحظة للأسف شديد حكومة الجنزولي منذ أن تولت حتى الآن لم نجد منها إلا التورط الأكثر في المشاكل الأمنية ولعل مسبحة بورسعيد وغيرها من الأحداث المتترية والاعتداءات على مرشح الرئاسة كلها تؤكد أن هذه الحكومة لم تنجح في أداء الواجب نحو الملف الأمني أيضا الملف الاقتصادي لم تتقدم فيه كثيرا بل وجدنا أن الحوال الإقصادية وأزمات البتجاز وأدمات الصبار ظهرت في ظل هذه الحكومة المضطربة أدائها لذلك أنا أرى أنها ستكون محاولة للتبرير والهروب من المسئولية أمام الرأي العام أتمنى أن الدكتور الجنزوري يفاجئنا وأن كنت أستبعد ذلك لكن أتمنى أن يفاجئنا فيخرج علينا ويؤكد لنا أنه لا يستطيع أن يتحمل أعباء هذه المرحلة ويعلن انسحابه أو استقالته من مجلس الوزراء لكن أدى أن هذا أمل بعيد المنال خاصة بعد مفطيحة المنظمات الأجنبية لكن ننتظر عما سيأتي بهذا المؤتمر الصحفي أيضا النهاردة كان من القضايا الهمة المطروحة على موقع اليوم السابع ما حدث من موقف جاد من مجلس الشورى فعندما انعقد اليوم في صباحة اليوم مجلس الشورى وجدنا أن رئيس المجلس لاحظ بعد تلت ساعة عدم وجود أي شخص أو نصف ساعة أي شخص ممثل للحكومة المصرية وأرى أن ذلك استخفاف بالمجالس النيابية والبرلمانية بالطبع هو استخفاف لأن ما كانت الحكومة تستطيع في أي وقت من الأوقات في عهد النظام المخلوع نظام المخلوع السابق أنها كانت تتخلف عن الوجود داخل أروقات البرلمانات سواء البرلمانية أو الشورى أو الشعب لكن للأسف الشديد نستطيع أن نقول أن دكتور رفهمي استطاع النهاردة أن يرد على هذه المهانة للمجالس البرلمانية وننتظر ماذا سيحدث خلال الدقائق القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر